موسيقى في العام تسعة وتسعين تسعمائة والف كان ماهر ماهر المخنطر في الثلاثين وقد تخصص في تحضير أنواع من العطر راقية كان زبناؤه أغلبهم من النساء وكانت عطورات ماهر من بين الأغلى ثمنا في سوق العطور ومع ذلك فإن محله في حي أجدال بالرباط لم يكن يخلو من زبونات ومن أعمار مختلفة كان ماهر المخنطر عازبا وكان شابا وسيما ودائما الأناقة ولذلك فإنه كان لا يدع فرصة تمر دون أن يوقع في شباكه واحدة من تلك النساء الجميلات اللواتي كن تأتين إلى محله لشراء ما طاب من العطر كان ماهر يملك شقة في الطابق الأول من العمارة حيث يوجد محله التجاري وقد حرص على أن يقيم سلما يوصل إلى الشقة كان ذلك الممر السري في خلفية المتجر حيث كانت توجد أدوات صناعة العطر وتعبئته وكان كلما ظفر بواحدة من تلك الحسناوات دعاها إلى لحظات حميمية تبدأ في خلفية المتجر وتنتهي في شقته في الطابق الأول من العمارة كان الممر السري يغنيه عن فضول الجيران ويغنيهم في الآن نفسه عن كل إزعاج درج ماهر على ذلك السلوك ولم يعد التفكير في الزواج يحتل مكانا يذكر لديها كانت الحسناوات من بنات الطبقة الراقية ومن الموظفات تتعاقبن على شقته فلما التفكير في الزواج كذلك كان يفكر وقد ذع في المدينة الصيط الشاب بائع العطور وصارت بنات كثيرات تحلمن بالظفر به حبيبا وزوجا وصارت أخريات تخططن للحصول على أكبر قدر من العطر ومن المال الذي لديها لم تكن عيدا رايق ذات الستة وعشرين عاما من بنات الطبقة الراقية ولكنها كانت ذات جمال فتان وقد علمت من إحدى صديقاتها بماهر بائع العطور وغرامياته وسعيه إلى اكتساب عشيقات من بين الحسناوات قررت عيدا رايق أن تلقي بشباكها علها تظفر بماهر كانت تعلم أنه لا يفكر في الزواج ولذلك فإنها سعت إلى أن تجعله يتخذها عشيقة حتى يتسنى لها أن تحصل منه على أكبر قدر من المال يوم قررت الذهاب إلى متجر ماهر لبست أجمل ما لديها وكانت حريصة على أن تكون ملابس تترك إلى مفاتنها منفذا توقفت عند واجهة المحل تتأمل ما هو معروض ولم تكن تلك غايتها فقد اختارت الوقوف في نقطة تجعلها في مرمى نظر ماهر ما أن رمقها التاجر الشاب حتى اندفع خارجا نحوها كانت تعلو وجهه ابتسامة عريضة وبصوت اعتراه نوع من الخفوت رحب بها ودعاها إلى الداخل تبسمت وهي تعلم أنها أصابته في مقتل وصارت موقنة بأن الطريدة في متناول اليد لم يكن ما يدور بخلد ماهر يختلف كثيرا فابتسامتها واستجابتها للدعوة تعني له أن الفريسة وقعت في الشرك دخلت الشابة الجميلة تتمايل في دلع نظرت إلى عينيه وطالبت منه أن يقدم لها أجود ما لديه من عطور أسرع بإخراج زجاجة عطر من قمطره بدى وكأنه كان ينتظر طلب الزبونة الجديدة لم يكن يتمالك نفسه لنقل إنه كاد يفقد السيطرة على أحاسيسه قال لها وهو يقدم لها زجاجة العطر إنها أول امرأة ستحظى بذاك العطر الذي قال عنه إنه نادر لم يعد يتحكم في أحاسيسه لما نظرت إليه الحسناء قبل أن تمتد يدها إلى الزجاجة قال لها لا توجد على وجه الأرض امرأة أحق منها بذاك العطر النادر رأت عيدا أن الرجل الشاب قد افتتح موسم الصيد بكلماته الشاعرية تلك وقررت أن تلعب ظاهرا دور الطريدة ولكنها قررت أن لا تكون طريدة سهلة المنعل كان ماهر من خلال حديثه يبدو مستعجلا وقد مضى إلى دعوتها لعشاء في أحد أفخم مطاعم الرباط ولكنها بعد أن أوحت إليه بإشاراتها وتلميحاتها أنها وقعت في حبه اعتذرت له وقالت إنها على موعد مع خطيبها ولكنها مع ذلك ستفكر في الأمر فتحت حقيبتها اليدوية وأخرجت حزمة من الأوراق النقدية من فئة مئتي درهم لتدفع ثمن العطر ولكن ماهر أصر على رفض الثمن وضع زجاجة العطر الأنيقة في علبة تضاهيها أناقة وسلمها إلى الحسناء التي أخذت عقله طلب منها رقم هاتفها أعطته إياه ثم خرجت من المتجر لم تلتفت وظل هو يراقبها حتى اختفت بات ماهر لمخنطر يفكر في تلك التي فتنتها كان كل تفكيره منصبا على الكيفية التي تعجل بإسقاطها في شركه في الغد كان أول ما قام به أن اتصل بذلك الرقم الهاتفي الذي أعطته إياه كانت عيدا موقنة أنه سيحاول الاتصال بها ولذلك تركت الهاتف يرن ولم تجب كان الوقت ضحا وقال في نفسه ربما هي نائمة أرجع الاتصال إلى ما بعد الظهر وبينما هو يتناول فطوره رن هاتفه ظهر على الشاشة رقم هاتفها تسارعت دقات قلبه كانت المتحدثة امرأة أخرى قالت إنها السكريتيرات الخاصة لسيدة عيدا أبلغته أنها نائمة وطلبت منه اسمه لتدرجه في سجل المكالمات للاتصال به لاحقا كانت عيدا حتى تكون خطتها محبوكة قد استعانت بإحدى صديقاتها لتزعم أنها السكريتيرات الخاصة ظن ماهر أنه وقع هذه المرة على صيد ثمين فالسيدة فضلا عن جمالها الفتان تبدو ذات جاه ومال ظل ينتظر مكالمة منها طيلة النهار ولما كاد اليأس يتمكن منها عاود الاتصال بعد بضع رنات أجابت وما أن سمع صوتها حتى سارع يبث إليها شكواه مما يجد رأت عيدا أن الوقت قد حان للقيام بالخطوة التالية ولذلك وافقت على دعوته للعشاء فبادر بإبلاغها أنه سوف ينتظرها في واحد من أشهر المطاعم على الشاطئ فكرت في أن تحصل منه في تلك الليلة على قدر من المال وأن تختلق الأعذار لتفلت منها وتجعله يزداد تواهجا وشوقا خلال تلك الساعات التي سبقت اللقاء كان ماهر يستحضر في دهنه كل الوسائل التي ستجعله يسيطر بالكامل على الطريدة لما وصلت وقد جاءت على متن سيارة فاخرة اكترتها لتلك الأمسية وجدته في انتظارها كانت أنيقة متألقة جعلت أعناقا كثيرة تستدير إليها وقد زاد ذلك ماهر انتشاء وافتخارا طلب بائع العطور قنينة شامبانيا ولكنها اعترضت وقالت إنها تفضل أن تترك الشامبانيا إلى وقت يختليان فيه ببعضهما ولما بدأت الأطباق المحملة بما لذ وطاب تصل إلى مائدتهما رن هاتفها كان المتحدث رجلا قال لها إنه بحاجة إلى عشرين ألف درهم لإتمام المهمة التي أوكلتها إليها ردت عليه بنبرة آمرة أن يأخذ المبلغ من خزانة مكتبها وأن لا يعود إلى إزعاجها مرة أخرى أقفلت الهاتف ونظرت إلى ماهر وابتسمت كان بائع العطر يظن أن المرأة الجميلة كانت بصدد إعطاء تعليماتها إلى أحد معاونيها وكانت الخطة التي وضعتها عيدة تقتضي أن تتكون تلك القناعة لدى الرجل ولكن الذي لم يكن ماهر يعلمه هو أن الرجل الذي اتصل إنما هو من معارف عيدة متواطئ معها اعتذرت عيدة عن الإزعاج الذي تسببت فيه تلك المكالمة الهاتفية وقبل أن تنتهي من كلامها رن هاتفها مرة أخرى وقد تعمدت عيدة الضغط على زر مكبر الصوت وبذلك صار ماهر يسمع كل الحوار كان الرجل الذي اتصل يبلغ عيدة بأنه لم يتمكن من العثور على مفتاح الخزانة فظاهرت بأنها محرجة وقالت له إنها مضطرة للذهاب إلى المكتب لتسليم الرجل مبلغ عشرين ألف درهم لإتمام مهمة أوكلتها إليها لم يكن ماهر يريدها أن تفلت منه تلك الليلة ولذلك اقترح عليها أن يقرضها المبلغ بعد تناولهم العشاء رافقته إلى أكدال لما توقفت السيارة أمام متجره حسبت أنه سيفتح الباب ولكنه قادها إلى باب العمارة ثم إلى الطابق الأول حين كان يفتح باب الشقة تظاهرت بالتمنع والتردد ولكنها دخلت في النهاية في غرفة النوم إلى حيث تبعتها فتح ماهر صندوقا حديديا بالقرب من الفراش كانت به رزم كثيرة من الأوراق النقدية تظاهرت المرأة بأنها لم تر شيئا أخرج عشرين ألف درهم وسلمها إليها قالت له إنها ستدفع له شيكا بالمبلغ وعلى الفور اتصلت بالرجل قالت له أن ينتظرها في المكتب وستأتيه بالمال المطلوب استسلمت لماهر وقادها إلى الفراش كان يظن أنها ستكون له في تلك الليلة ولكن هاتفها رن من جديد أخبرها المتصل بأن والدها قد عاد فجأة من الصفر وسأل عنها فقال له إنها في ضيافة إحدى صديقاتها وسوف تعود بعد وقت قصير ارتدت ملابسها ووعدته بأنها ستكون له في أقرب فرصة ثم غادرت الشقة كانت تنتظرها سيارة في باب العمارة بعد أن ذهبت تذكر ماهر أنها لم تسلمه الشيك في مقابل العشرين ألف درهم قال في نفسه إنه سيجعله مقابلا للقاءات قادمة مر يوما ولم تتصل الجميلة بماهر وفي اليوم الثالث فاجأته بقدومها إلى المتجر كان بصدد إعداد عطر لإحدى السيدات كانت أنيقة مرة أخرى أخبرته بأنها كانت مرة بحي أقدال فجاءت تسأل عنه دعاها إلى الشقة ولكنها اعتذرت له بلطف قالت إنها تعده بليلة لن ينساها ولكنها تشترط أن تكون هي التي تعد العشاء كان الموعد آخر الأسبوع بعد يومين حسبهما ماهر دهرا مساء ذلك السبت جاءت تحمل مقبلات أعدتها في البيت كان ماهر قد أغلق المتجر وجدته في انتظارها في الشقة بعد ساعة ونصف كان كل شيء جاهزا كانت المائدة مزدانة بأشهى الأطباق وضع ماهر قنينة الشامبانيا على المائدة أطفأ الأنوار وعوضها بشموع ملولة كانت عيدة قد أحضرت منوما قويا تنوي وضعه في كأس ماهر وقد استغلت لحظة غفلة ودست المنومة في كأس الشامبانيا كان الذي باعها ذلك المنوم قد أبلغها بأنه يؤتي مفعوله بعد نصف ساعة شرباء الكأسين الأولين ثم آخرين لم يكن يظهر أي تأثير على ماهر مرت ساعتان لما آويا إلى الفراش تثاقلت حركاته وخارت قواه ثم نام نهضت عيدة أخرجت المفتاح من درج طاولة بجوار الفراش فتحت الخزانة ووضعت ما كان فيها من مال في كيس ارتدت ملابسها وخرجت من الشقة لما وصلت باب العمارة وجدتها مغلقة عادت إلى الشقة تذكرت أن ماهر كان يفتح الباب من المتجر نزلت إلى المتجر أنارته كانت تبحث عن الزر ولم تكن قد انتبهت إلى أنها كانت تظهر من الشارع لمحها الحارس الليلي فاتصل بالشرطة أخيرا اهتدت إلى الزر صعدت السلم مرت بالشقة ثم نزلت إلى باب العمارة هذه المرة انفتح الباب ولكن لتجد في انتظارها سيارة الشرطة دخل الشقة مفتش أمن واكتشف ماهر عاريا في فراشه وقد فقد الوعي أحذرت سيارة إسعاف ونقلته إلى المستشفى حيث تبين للأطباء أنه تناول منوما قوي المفعول اكتشفت رزم الأوراق النقدية في حقيبة عيدة ولكنها ادعت أنها حصلت عليها من ماهر لمخانتر في مقابل معاملة تجارية لما أفاق التاجر من غيبوباته أبلغ بالذي حدث فكر في سمعة محله وأقر للبحقيقين بأن عيدة الرايق لم تسرقه وإن المال الذي اكتشف بحوزتها حصلت عليه من معاملة تجارية معه أخلي سبيل عيدة وأغلق الملف وما أن تعافى ماهر حتى بادر إلى خطبة شابة من إحدى العائلات المحافظة كان الشرط الوحيد الذي طرحتها أن تتولى هي أمر النساء من الزبناء وأن يتفرغ هو للرجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر